موسيقى كريمة مرحبا وأهلا وسهلا بك شكرا لك وشكرا على الدواء ماذا كنت كريمة؟ كريمة مواطنة مغربية عندها 34 سنة ناشيطة مدنية في مجال الحرية الفردية وقضايا المساوات وصافي أخذت مؤخرا هذه المعركة من أجل إسقاط الفصل 490 مالك مع هذه الفصلة؟ وانا مدر لي أولو في الحقيقة ولكن يدير لهم الكثير من الشباب والشابات المغربة يدير لهم مشاكل في حياتهم كثير من المشاكل التي تكون لديهم الحملة الهدف منها ليس شيء شخصي بقدر لي هي شيء من أجل الصالح العام ماذا كنت تركهم في هذا الفصل؟ هو أنه يتبع الناس وصفة الغراف هو أنه يجعل الحميمية الأشخاص أو اختيرتهم للشخصية سبب في اعتقالهم وفي المتابعة هذا الفصل ضد العلاقات الرضائية؟ هذا الفصل في الحقيقة يتدخل فيه ما هو أخلاقي أو محاسبة الأخلاقي بالجنائي يعني واحد جوجد الناس اختاروا أنه يديروا علاقة جنسية خارج إطار الزواج سينسافتهم للحبس لأنه يدروا هذه العلاقة برغم أنه لا تقادي لا تقاديهم شوما شخصيا لا تقاديش الناس من الموحيد لا تقادي حتى شيء واحد في نال ما ولكن سينسافتهم للحبس لا تقاديهم لأنهم لا تقاديهم ولكن في نظر الاتلاف متهم فيسبوكي والمحكام العليا أصبح متهم بالفيسق والفوجور ونشر كل ما له بالرديلة كيف تردعنا بحالة دقيقة؟ نعم هنا المغربة يدخلوا تدخلوا ما بينما هو أخلاقي وما هو جنائي الاتلاف نحن لا تقاديهم ظلما بهذا الشيء نحن لا تقاديهم أن الناس ستخرجوا الزنقاء ودروا الفحشاء والمنكر هذا هو واقع يعبره إليه أرقام المؤسسات الرسمية وكما الجمعيات بشكل سانوي ترصد حالات الاعتقالات والمتابعات نحن نريد فقط أن القانون يوفر الأمن للأشخاص الذين يعيشوا نحن نمط حياة نستندق أو الأسرة التقليدية يخصوه ضمن الأمن والسلامة والخصوصية والحميمية للأشخاص الذين لديهم اختيارات مغايرة وكما قلت ذلك نحن نخلقوه أو نجيبوه كما تحققون وكما تحققون وكما تحققون إحصائيات وكما تحققون حيث أنهم حسبوا الناس على اختيارات لا تؤدي الأخرين ولا تشكلوا أي تهديد على المجتمع مني يقول لي احضركم بغيتو بغيتو امام المساق كيف يتخلقون سوف نحيض الفصل 490 سوف ندقع الناس ونجرهم الزنقة ونجرهم العلاقات في الزنقة كوكين هو 1.483 الذي يتكلم عن الإخلال بالحياة في الفضاء العام هذا ما أمرنا سوف نجيبوه لأنه كما كان في المغرب كان في بلدان أخرى الغرب الكافر الذي لا يجرم لعلاقات الرضائية سوف يكون لديه فصل أو فصل من القوانين التي تحرص على الوغة سبا للفضاء العام والحياة العام نريد أن نسميه هذا الشكل بالتالي هذه الاتهامات لديهم عن قلة فهم وعن عدم فهم وعنهم 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 مجتمع تقبل هذا الكلام التي تقول لها الكريمة نعم 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 لكن기만 علم أن تكون عن طريقك في النتوش لكنها أجرب بدون درستي لأنه أجربك الأمر ولكن الوشمائي المغربي لديه أحد المشكل بين ما يعيشوه في الواقع ولم ينتقونه الثانية الطهرانية ويمكن تكون بدون أخلاقنا يجب أن نرى المغاربة ونرى المغاربة ونعيشون معه مثل ما بشكل يومي ولم يشكي لهم مشكل إلا من أن نهضروا عليه مثل ما بشكل عام أو من أن نطرحوه النقاش بالتالي المشكلة المغاربة ليست مع الفعل في حد ذاته ولكن المشكلة لهم مع أن نهضروا عليه كما مختلف الطبويات المجتمع نقول بأن المجتمع يشوف ولكن يحضي ما حلقة أمام مجتمع هذه الحظية؟ طبعا مجتمع مغربي تطور ملكة خطيرة هي ملكة الحظيان وليس يتبعك في الحميمة بحال ذلك الشيء من البوش البوش تكون داخله وكانش بدوها بالعود بحالك كما تدخلت للدار ويجيب وفرعوا عليك الدار وهذا الفكرة كما قلت نحن ماشي مشكلة يكون هذا الشيء ولكن يكون مستور مخبي بالنسبة للقانون يقول بأنه الشراب إذا أسقطت الشراب على العلاقة هل شراب كيم؟ وكين قانون يجرم ولكن الناس بقى تشرب؟ نعم هذا الشيء ليس يعبره هذا المسألة للإزدواج للخطاب لأنه محل يقول الشراب كانين أرقام والتي تتكلمين على الملايين والملايين والملايين الذين يتبعون من الملايين من الملايين من الملايين من الملايين من الملايين الذين يعيشون مع الفئة صغيرة لذلك نحن نطرح الموضوع للحرية الفردية للنقاش لأنه كان في الواقع ليس شيء حاجة اللي عاد غادي نجيبوها داخلها وكان طرحوه أساساً أساساً وهذه النقطة السخصة يعني يوقفوا عليها ليس باش نشجعوا الناس على الفحشة والرديلة ولكن باش نوضعوا حد لهذه الانتهاكات جزتماً ديال الحقوق والحرية ونوضعوا حد المآسي اللي كتسبب فيها المتابعات بالفصل الـ 490 للأشخاص اللي كيكونوا من أوسط الاجتماعية يعني محدودة الوعي الحالة ديالهناء هي خير دليل على أنه هذا المطلب ماشي نخباوي هذا المطلب راه يخص الناس يعني اللي من طبقات شعبية ومن فئات العريضة ديال المجتمع المغربي واللي كتضرر يعني انعكاسات السلبية المتابعات بالفصل الـ 490 على حياته كتكون كارتية مزلزلة ويعني كتكون النتيجة الحتمية طبعاً بالنسبة للمرأة مختلفة على الرجل لأنه هذا القانون نعتبره قانون طبقي وقانون تمييزي طبقي لأنه ما كيتطبقش على ذوك الناس الهاي الوعري اللي عندهم امتيازات مادية ووضع اعتباري معين والتمييزي لأنه لنعكاسات السلبية دياله هي كتكون على المرأة ما كتكونش على الراجل اللي كتخرجها من الحفز كتخرج موصومة بأنها عاهرة وربما كتكون يعني النهاية أو النتيجة المنطقية هي أنها كتفيش تحصار في الضعرة بحوث من ذلك الإيدانة المشامعية اللي كتخرج كتلقا الراجل كتخرج سبع بحال يزنالي شيويسام هنا خصوصاً لك مشدود في يعني في مسألة بحالها كعلى قريضة أيها فأورة بحال يزنالي ما كتزين من الرجولة دياله أنا كنت تتكلم عن الفصل الـ 499 والضحاة دياله والطبقيين السؤال الأخير يعني بالنسبة للناس اللي في شأن العام والبحالهم بحال الناس العادية في هذا الفصول أولف الحرية العامة ككل أولف الحرية الفردية وفي الحقيقة المفروض أنه زمام القواني يخصد طبق على الجامع والمضحك والمبكي في نفس الوقت هو أنه هذا النس اللي ضد يعني أن نتكلم على المسؤولين أن نتكلم على واحد النخبة السياسية اللي في مواقع القرار وهذا واللي خطابهم السياسي والإيديولوجي يجرم ويحرم يعني يعارض ويقاوم أي نقاش في موضوع الحرية الفردية ويحرمون كل القوم هم اللولين اللي يتصدروا العناوين بالفضائح والقناة مع فلانة ويبدوا يخرجون لنا بتبريرات بحل الزواج الفاتحة اي تو اي تو هم كان شيء كي يزيد يأكد أنه أراها من بين بزاف من بين الناس اللي يزعم ضد النقاش للحرية الفردية وضد إلغاء الجريم للحرية الفردية في القانون الجنائي هم في حدداتهم يمارسوا حرياتهم ولكن المنطقة حلالون علينا حرامون عليكم حرام على الشعب احنا زع ما راحنا ندنا الحق ندروا هذا الشيء لاننا نحنا وصلين وما عارش فين ولكن أولاد الشعب اللي تشد اللي يعاونوا زع ما باش ما نقول شيء تعبير آخر خارج عنا اسميتوا عليه بالنسبة لي باش من تمياش الفضائح داك المواقف العدد المواقف اللي تم مرسدها اللي كتبين حجم التناقض ما بالخطاب والممارسة عند هاد الأشخاص هادو هو كذلك سبب آخر كيزيدي كيزيدي يأكد أنه هاد المطلب رأى مطلب مشروع ديال جميع المغاربة ماشي حكر على واحد النخبة معينة اللي هي اوخة تعارضه كتستفد منه ولك تعيش حريتا كما بغت شكرا زيلا لا عفو مرحبا